في إطار استعادة وتجديد التحالفات الدولية التي كادت أن تنهار في عهد ترامب تأتي زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين إلى اليابان ضمن جولة أسيوية تشمل كوريا الجنوبية والهند زيارة تأتي أيضا في إطار محاولة لإعادة تأكيد التزام واشنطن تجاه المنطقة في أعقاب نهج ترامب المتقلب ومن المتوقع أن يكون محورها الرئيسي هو المخاوف بشأن نفوذ الصين المتنامي في المنطقة مخاوف عبر عنها الوزيران باتهام الصين بأنها مستعدة تماما لاستخدام مواصفها بالإقراء لتحقيق أهدافها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وهو ما يستوجب العمل مع حلفاء واشنطن لصد هجماتها وتهديداتها تحالفات وصفها بلينكين واوستن في مقال رأي بواشنطن بوست بأنها مضاعفات القوى للولايات المتحدة ويجري الوزيران محادثات مع نظيريهم اليابانيين فضلا عن رئيس الوزراء الذي يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل في واشنطن ومن المقرر أن يتوجه المسؤولان الأمريكيان بعد ذلك إلى كوريا الجنوبية تحرك دبلوماسي تؤكد معه بوضوح الإدارة الأمريكية الجديدة عزمها مراجعة علاقاتها مع بقية دول العالم لا سيما الحلفاء ما يشكل قطيعة مع حقبة ترامب المضطربة